يا صباح الخير على عيونكم جميعا النهاردة كده صحيت من النوم حسيت ان انا بجد حاسة بملل مفيش طاقة كتير بتيجي علينا اوقات بنحس ان احنا يعني مش قادرين نعمل حاجة او مش قادرين نعمل ديلي روتين بتاعنا اللي المفروض ان هو يحصل فبتبقي حاسة ان انت عايزة حاجة سهلة وسريعة تقضي بيها اليوم وتحسي ان اليوم يكون خفيف بالنسبالك وعندك وقت فاضي اكتر بحيث يعني تعملي في حاجة خاصة بيك او تكوني حتى على الاقل تحسي ان انت قاعدة فاضية كده مش مشغولة طول اليوم او طول اليوم في المطبخ زي ما بيحصل مثلا في ايامنا العادية فقلت بقى اول حاجة كده اعملها علشان اصحصح كده وقدر اكمل بقى اليوم دخلت عملت كوباية كابتشينو كده طبعا باللبن المركز واي نوع لبن عندك وشوية بقى النسكافيه او حتى اي نوع تاني غير النسكافيه وطبعا عملت كده انا بحب بصراحة اشرب الكوباية الكبيرة مش بحب قوي صغيرة وعملتو بالفرنش بريس وطبعا دي احلى حاجة تشرب بيها بجد واسهل طريقة واسرع طريقة انك تعملي كابتشينو ونسكافيه بالفرنش بريس فكانت تحفر واكيد اكيد هتتفقوا معي على ان من اسرع الاكلات اللي ممكن نعملها هي سندوتشات الكبدة بجد سهلة وسريعة جدا مش بتاخد وقت وبتقضي يوم الحمد لله وبتخلص بسرعة ست ركات بسيطة او يا تقدري تعمليها بسهولة زي بتاعة المحلات وعشان ما تحسيش باي طعم زفارة فيها اول حاجة لازم تعمليها هم شوية لبن صغيرين بس مش هيكلفوكي اي حاجة ان انت تنقعي فيهم الكبدة وتنقعيها مفيش يعني هم عشر دقايق بتلاقي نفسك خلاص مش محتاجة اكتر من كده وباخدها بعد كده بقى بصفيها واللي بينزل منها ده هو ده انا بتخلص منه بعد كده لكن انا مش بخسل الكبدة ولا حاجة ولا بشطفها ولا الكلام ده ولا بنقعها في مية ولا خل ولا لمون ولا الحاجات دي خالص احسن حاجة انك تنقعيها في شوية لبن بيجاد تجربي الطريقة ديت وهتدعي لي بعد كده بقى توابلنا بقى الحلوة والخلطة الجميلة دي عشان نديها طعم كده حلو انا بصراحة بحب حط عليها التوابل قوي قبل ما حطها على النار فبجيب عندي توم انا كان فيه توم مفرزة عندي في الفريزر طلعت شوية توم مع لمون مع بقى ميكس كده من التوابل بحط شوية من البابريكا وشوية شطة وبحط طبعا شوية فلفل اسود ومجموعة التوابل اللي عندك دي بتدي طعم حلو قوي للكبدة وطبعا ما ننساش بقى اكيد رشة الملحم كل الخلطة دي بقلبها مع بعض كويس وانا هستعمل منها بس نصها وحقول لكم النص التاني ده احنا هنسيبه ليه وبرضو حتى اللمون انا برضو عصرتين لمون وسبت برضو الجزء التاني علشان انا هستعمله بعد كده على الخلطة نفسها حواليكو هنعمل ايه مع بعض فانا بقلب بقى الخلطة نفسها في قلب الكبدة كده لما بتعملي كده بتحسي كده انها تشربت كده من التدبيلة وحتبقي ضمنة ان طعمها هيطلع جميل جدا ان شاء الله جربوا كده الطريقة دي وهتقولوا بي رأيكم ان شاء الله هستنىها في الكومنتات نيجي بعد كده بقى انا بصراحة بحب اعملها بفلفل الوان انا عارفة ان دي كده مش اسكندراني فلو انت مش عندك فلفل الوان عادي جدا هتقدري تعمليها بالفلفل الاخضر العادي مش هتقول لا اكيد بس انا بحب احط فيها الالوان كقيمة غزائية وفي نفس الوقت بحس انها بتخلي الطبق غني اكتر قطعت كل حاجة هتقولولي ليه ما قطعتيهاش في الكبه او لو عندك فوت بروسيسور لا انا بصراحة يعني في الكبه بحس انها بتطلع يعني بتجيب ميتها والخضر بيطلع كده زي ما يكون طري كده لكن لما بقطعها على ايدي كده بالسكينة بحس ان الخضر بيبقى ماسك نفسه ومحتفظ بقوامه وبتعجبني كده اكتر فبقطعها قطع صغيرة جدا اه طبعا اهم حاجة وانتي بتشوحي الكبدة انك تكوني مسخنة الطاصة كويس قوي على نارة عالية وما تحطيهاش كده ابدا لانها هتجيب ميتها ومش هتبقى حلوة خالص ولما تحطيها على النار انا بحطها واسبها يعني مش باجي جنبها خالص ولا بقلب ما بتدي حس كده انها ابتدت تنشف شوية ابتدي يقلب بقى الكبدة براحتي في الحالة دي ما بتجيبش مية وبعد كده في نفس الطاصة طبعا بشوح بقى الخضر عشان ياخد من طعم الكبدة وبعد كده شفتوا انتم النص التاني من التوابل ده احنا حطناه فوق الخضار وقلبنا مع الخضار طبعا بيدي طعم حلوة قوي ليه الفلفل اللي انت حطاه وهنا كنت بوريك وانا انا استعملت جزء كانت عندي البودر بتاع الكبدة ده بجيبه بيديها طعم حلو جدا برضو من الاسرار الحلوة قوي هي الحاجات دي وفيه هما في المحلات بيحطوا عليها آآ مرأة بالمرأة اللي هي البودر دي بيحطوها على الكبدة فده يعتبر بديل ليها اللي هي التوابل الجهزة شوحت طبعا الفلفل اللي هو الشطة آآ علشان ما يبقاش اخضر قوي في السندوتشات لأ انا عايزين نشوحه كده عشان يبقى طاري واكيد لازم نعمل معاها صلطة الطحينة جربي صلطة الطحينة دي بجد مميزة قوي انا بعملها بالماسترد والمايونيز لو عندك لو ما عندي كيش اكتفي بالطحينة والماسترد وشوية خل ورشة الملح ورشة الفلفل وآآ جربي كده تعملي الطحينة بشوية ما يسقع بتفرق بجد وبتخلي لونها فاتح وشكلها كريمي جدا آآ وبتبقى حلوة ايه في السندوتشات عايزة تحطيها في الاول او تحطيها بعد ما تحطي الكبدة اللي رياحك فأنا بحب بحطها كده آآ في السندوتش كده من تحت الاول وبعد كده بفرد عليها بقى الكبدة وبحط بقى السندوتشات زي ما انتو خدتوا بالكو علشان لو انت عندك اطفال فبتحطي الفلفل نفسه اللي هو الشطة ده بتحطيه ايه لوحد وكده خالص عشان تضفيه زي ما انت عايزة على السندوتشات او تسيبي سندوتشات ساد سندوتشات سادة خالص لو انت عندك اطفال عشان خاطر ما تبقاش يعني ايه آآ سبايسي قوي عليهم وبعد كده ممكن تضيفي الكبدة زي ما اتفقنا فوق آآآ تضيفي الطحينة فوق الكبدة وبتقدميها بقى انا قدمتها مع شوية جرجير وكان عندي كمان شوية آآ مخلل وكان عندي بنجر عملت صلاتة بنجر كده بشوية سمسم آآ كانت جميلة جدا وبتبقى مفيدة وقيمة غزائية وبتقضي اليوم فحستند تعليقاتكم ان شاء الله تقولوا لي بقى رأيكم فيها ايه بعد ما تجربوها ان شاء الله بالطريقة دي اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتنسونيش في اللايك والشير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة